حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أترك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حارفا فليحلف بالله أو ليصمت كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم والحلف بالشيء تعظيما له ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الحلف بغيره لأن حقيقة العظمة مختصة بالله تعالى ومن حلف بغير الله فقد أشرك ولكن في هذه الحادثة حلف عمر رضي الله عنه قبل نهي سيدنا محمد واقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك لأنه ظن من حق أبيه عليه ترجمة نانسي قنقر